مساء الورد والياسمين على حبيبي في كل مكان يا رب تكونوا بخير وصفة النهاردة الفصولية البيضة هنعملها ازاي ونخلي الحباية تكون مستوية وفي نفس الوقت محافظة على الشكل بتاعها ما تكونش دايبة ومعجونة في الصلصة مبدئيا هنعمل الفصولية طبعا الكمية اللي انتوا حابينها انا هعمل كوباية صغيرة واحدة وبنجعها افمية مغلية لمدة ساعتين او ممكن تعملوها في مياه عادية خالص المدة 8 ساعات يعني من بالليل للصبح لكن انا عشان كنت مستعجلة حطيتها في مياه مغلية المدة الساعتين بعد الساعتين انتفخت بالشكل ده الحباية كده بيجيت منفوخة وحلوة تحسوها الحجم بتاعها الضعف وبالنسبة للحمة طبعا تطبقوا الكمية اللي انتوا عايزينها كيلو اتنين كيلو اتلاتة كيلو طبعا زي ما انتوا تحبوا وبرضو بالنسبة للفاصولية الكمية اللي انت تفضلوها انا عملت بس كوباية صغيرة وعندي بصلة متوسطة هفرمها فارم ناعم في الكابة بالشكل ده وبعد كده ببدأ اسويها في الحلة طبعا بجيب الحلة بتاعتي واسبها تسخن وحطي لها معلقة سمنة كده حلوة واول ما سمنة بتاعتي تسخن بنزل بالبصلة وبعد كده بخسل اللحمة ونزلها على طول في نفس الوقت اللي انا نزلت فيه البصلة عايز البصل واللحمة يتشربوا مع بعض والتوابل انا مش بضيف غير الملح والفلفل بس بعد ما نزلت البصلة او تبالتها بالملح والفلفل بخسل اللحمة وبنزل بيها بعد ما خلاص نزلت اللحمة بفضل اجلبها مع البصل لحد ما البصل ياخد اللون البني الخفيف بعد كده انا ما بضيفش اي مية حاليا بكون مهدي النار ويسيبهم كده يتشربوا مع بعض والبصلة تاخد اللون المطلوب من غير مضيف اي مية طبعا لو علنا النار اكيد هنحتاج مية هنا البصلة خلاص وصلت للون المطلوب اللي احنا عايزينه بضيف شوية من السلسة وكمان بضيف شوية من عصير الطماطم لو حابين تستخدم عصير الطماطم الواحده اوكي السلسة الواحدها اوكي انا هنا السلسة كانت فروزن ففكتها في الكابة يعني ديتها ضربة كده خفيفة فكت معايا بعد كده عندي كوباية عصير طماطم كبيرة نزلت بيها واجلبهم واسيبهم يتسبكوا شوية كده مع اللحمة وبعد كده هنزل بالمية مش هنزل بالمية دلوقتي غير لما الطماطم والسلسة ياخدوا اللون الاحمر بتاعهم هما دلوقتي علشان فروزن واخدين اللون مختلف شوية بس لما يبدأوا يتسبكوا مع اللحمة هيرجعوا للون الطبيعي بتاعهم هغطيهم واسيبهم حوالي ربع ساعة تلت ساعة كده الحد ما يكونوا تشربوا وتسبكوا مع بعض شوية هيكونوا بالشكل ده ده لون السلسة المطلوب اللي احنا عاوزينه بعد كده هبدأ ازود شوية مية واجلبوا مارجع اغطيهم تاني والحد ما اللحمة تبدأ تدخل في التسوية وكل ما تحتاج مية هزود لها مش هنزل بالفصولية دلوقتي علشان لو نزلت بها دلوقتي هتستوي والدوب جبل اللحمة كمان ما تستوي فاحنا عايزين الفصولية تكون مستوية وفي نفس الوقت محافظة على الشكل بتاعها ما تكونش دايبة زي ما قلت لكم في البداية الفصولية بنجعها لمدة ساعتين في مية بتغلي او لمدة 8 ساعات في مية عادية خالص هنا اللحمة خلاص بدأت تدخل في السوة بتاعها يعني بنمسك حتة اللحمة بتقطعيها بتتجدع معاك يعني شوية بسهولة مش صعبة خالص في الوقت ده انا بنزل الفصولية وافضل ازود شوية مية واغطيهم الحد ما اللحمة والفصولية يكون استوية بالطريقة دي هتلاقي اللحمة والفصولية استووا في نفس الوقت يعني لو قربت اللحمة والجتيها استوت هيكون كمان الفصولية استوت والعكس صحيح هنا برضو بغطيهم اسيبهم الحد ما يستووا خلاص طبعا هنا خلاص كده اللحمة والفصولية استوت استووا في نفس الوقت بالشكل ده هانا شايفين الفصولية ازاي محافظة على الشكل بتاعها وفي نفس الوقت مستوية خالص خالص خلاص كده ببدأ اشيلهم من على النار وابدأ احمر اللحمة طبعا بجيب الطقسة بتاعتي وبحط لها شوية من السامنة البلدي وشوية من الزبدة واول ما السامنة بتسخن خلاص بنزل باللحمة واديها رشة ملح وفلفل خفيفة خالص وعلى نار متوسطة بحمر اللحمة طبعا انا في الوقت ده كنت عملت رز بالشعرية طبعا الرز بالشعرية عملت معكم اكتر من مرة فما صورتوش يعني هنا طبعا بعد ما خلصت خلاص الاكل بتاعنا حمرت اللحمة والفصولية كانت استوت معنا والرز كمان بجد مفتبأ كبير بالشكل ده شايفين اللون الصالصة عامل ازاي حلو خالص خالص والفصولية بتاعتنا حلوة خالص مستوية ومحافظة على شكلها لايك وشير للفيديو لو عجبكم واللي لسه ما اشتركش في القناة ياريت يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد وفعلوا على صفحة الفيسبوك مطبخ كاما كاما كيتشن ان شاء الله نشوفكم على خير الفيديو جديد سيو باي باي